أهلا بكم أزمة الفنانة هالة صدقي وزوجيها اشتعلت جدا الفترة دي وصلت المشاكل لدرجة إن بينكر نسب أولاده لها لصدقي وبيأكد إنها مش أمهم وكمان حكم الحبس عليه خلى الأزمة منهم كبرت وبقت مرقية للصحافة والإعلام من الطرفين بيشاركوا بيها في العالم إيه قصة السجن وإن هالة صدقي مش أم الأولاد وإزاي ده؟ خليكم معي يعرفكم إيه الحكاية دي والفضايح اللي على السوشيال ميديا آخر حاجة ومن ساعات أصدرت محكمة الأسرة في مصر أمر بحبس زوج الفنانة هالة صدقي سامح سامي 30 يوم في الدعوة اللي أقمتها ضده بعد الخلافات المستمرة الموجودة بينهم والحكم ضد زوج الفنانة هالة صدقي جي نتيجة امتناعه عن دفع مليون جنيه ومئة ألف نفق أو قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه سامو ومريم وقدم الزوج إشكال في تنفيذ الحكم ده الصادر ضده وقال إن في الإشكال إنه سدد بتجمد النفقة ومعه مخالصة موقع منها وهيقدمها للمحكمة لأن المحكمة أيدت الحكم النهاردة وبعد الحكمه من كام ساعة خرج زوج هالة صدقي بمفاجأة كبيرة قلبت الموازين على السوشيال ميديا ووجه رسالة غريبة لأولاده ليصير الجدل من جديد بشأن نسب أولاده لولدتهم الفنانة هالة صدقي وقال على حسابه الشخص بموقع فيسبوك لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـDNA يوم 13 يوليو اللي جاي وكله هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك تهديد واضح للفنانة هالة صدقي وكانت قبل كده أعلنت الفنانة هالة صدقي عن طلقيها من زوجيها سامح سامي انذار بالطاعة ونشرت على حسابه موقع انستجرام صورة من الانذار وعلقت علي سخيرة وقالت خبر سيء لكل اللي بيتقدمه لي للزواج فالزوج طلبني ببيت الطاعة مع إن الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أونلاين وكمل الكلام أستأزمكم علشان أنزل أشتري الطيشته والجلبية بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ مقولة غراب البين طلعت كدب مفيش فراء ولا حاجة بلاغ للعرسال لما فض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة والمسخرة بعينها الزهر الطاعة ده كمان جي بعد ما زوج هالة صدقي طلقها على الهوى من خلال حسابه على السوشيال ميديا وده جي بعد تصريحاتها الموسيقى ليه في آخر ظهور ليها في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إناس الدغيتي في رمضان 2021 وبعدها توعدت الفنانة المصرية هالة صدقي زوجها بمنعه من دخول مصر خلالت حديثها في البرامج التلفزيونية وقالت كمان هالة صدقي إنها رفضة أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ سبع سنوات من وقت ما ساب حياتها هي أو أبنائها ورفضت الحديث معي أو مكالمات عن طريق الموبايل وكملت وقالت إنها تعرضت هي أو أبنائها من السبع سنين دول لشتائم بألفاظ موسيقى من زوجها وده على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد إن زربت طاعة من زوجها سامح سامي أكدت هالة صدقي بإن كل الأضايا اللي رفعها طالها ما تكسبهاش ولكن استطاع بس تخفيض نفقة المدارس لأولاده للنص وأضافت كمان هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك ويبعت رسالة يعتذر ويقول مش هعمل كده تاني وتاني يوم ما تشتم ومعرفش ليه وقالت كمان هالة صدقي في تصريحات تلفزيونية فاتت أنا تجوزت في شققتي وما سيبنا بعض كان برضو في شققتي فين الشقة اللي هروح فيها بقى في الطاعة وكتب إن شقة الزوجية على عنوان بابا ولكن كل عنوينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي أنا بس هو فين الجثة؟ ده هو في أمريكا هروح أعدل واحد يعني وأكدت حاجة مهمة كمان قالتها إن مفيش بيت طاعة أو طلاق على الهواء عند المساحيين وإن زوجها بيعمل ده عشان يعمل بس الشوق إعلامي وكانت كشفت كمان في تصريحاتها وقالت إن زوجها ممكن يكون شعر بالخطأ الفادح بسبب اللي بيقوم بيه وبيحاول كمان الرجوع لها لكنه مش لاقي طريقة يرجع بيها غير اللي بيعمله ده فقالت زودها قوي وكل يوم في حاجة بتطلع على حسب المود ويريته كسب أي قضية وأنا بحاول ما حسست الولاد بالمشكلة بس هم حسين إن في حاجة غلط وهو رافع لحد دلوقتي ست قضايا بس القضايا دي ما وصلتش لها وكانت اتجوزت بقى هالة صدقي مرتين الأولى من ماجدي وليام واللي خلعته عن طريق تغيير مذهبات ديني علشان تقدر تطلب الخلعة وانفصلت بعد 8 سنين في المحاكم وتجوزت المرة التانية من المحام يسام حزامي واللي أنجبت منه في 2009 توقم وهم يوسف ومريم عاوزاكوا تشاركوني رأيكم في القضية دي وشايفينها إزاي وفكرة الفضائح على السوشال ميديا بين الطلاق ده تفتكروا إيه؟ اشتركوا في القناة